مرحبا بكم اليوم في المحاضرة الثالية لسعد مستوى مستوى السيد مستوى السيد صاحب غريعي للتعليف ومثال سعداء جدا أن يكون معنا في المعات الملكة العديز كأحد المعلماء الهيسائيين وهو الليات المعبس المكين ندرك كل مجال مستوى السيد سيدنا لحاضر معاقصات سيدنا لحاضر سيدنا لحاضر سيدنا لحاضر نعم بعض النار تعالى يمكنكم أن تقول إنغل LOобраз سيدنا لحاضر سيدنا لحاضر سيدنا لحاضر انشاء الله أخوه برضك ألخص الحاجات المهمة على المانو الناس المتنشين موجودين من أمس وبعد كده بس الأفكيشن كيباً موظمة على الميديكال الأفكيشن زي ما قلت أنا أبداً النانو في كل مجال حاجة جديدة زي ما الكميا اكتشفت 75 سنة فاتهم ما كناش نعرف المواد الكيميات السفينترية مصطبية على التلمح المواد الكيميات في كل حاجة الوقت اللي برضك ده مجال جديد ما أنا أعرفش هتسبباًاتي بس بندرس نصطبي الناس المجال هذا المهمة يجب أن نصطبي الناس و ثم سناك تسلس له مالذي هذه المواد الكيميات؟ بل قد يكون مالذي أشياء أكثر لك تعريبنا أهل من أحد أبطاء إنها بتدينا حاجات ونحن نفكر تشدرات إيه أوكي فأتكلم برضك حالي كدوات الصموة لا أتقولي موهد الماتيريال والدينامو سكيل والمتعامل من النامو اللي هي النامو سكيل ديت ولا أولني الموليكولات مكتوبة ولكن ديت نانو كماتيريال إحنا بنقضي الموليكول اللي بيعمل منها ديت نانو كماتيري ديت لا إحنا عزين متينة هي نفسها على النامو وبعدين ناخد النامو نحن نعمل نشوفها بقى إيه مواد الجيلة إيه نعم جاية إيه وطبعاً الحاجات المهمة اللي أم بيه الطب والحاجات كتيرة اللي هي أه 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 عندما تأخذهم إلى مواد جدا مواد جدا مواد جدا يحبوا إلى مواد جدا من الجلولة مواد جدا مواد جدا مواد جدا هم نعم and it is so very strongly at the seeking color in the indigino in the physical region and different ones absorb in different regions and you can you can make it different sizes different shapes and it will be absorbing a different region depends what you want مكتب يمكنك أن تقوم بها يضع لك الحياة 100 عام طبعا بعض أكبر يعني أنت تقوم بسرعات المساعدة يعني أنت يتخلص الناس بعض الوقت هو ميكانيزم الذي يفعله هو مختلفة من الطرق اللي احنا عرفنا إن احنا عرفين كل حاجة الألوان بتاعتنا كلها مبنية لأنه بعض الالكترون تتكسي وينتص هذا اللون الألوان المختلفة هي الألوان اللي بتشوف الكلاب فيها لا ده هتنتص ولكن لما الإلكترونات بتاعتها تتكسي الألوان تتكسي 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 من فوتون لأنه تتكسي 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 يعني يعني مايكروسكوب بتاعنا اللي بنشوف عليه ده وينفوتون وينسكاتر شوية منه ونشوف ده بنحط اسكاتر بفظير فتتشوف كل حاجة يعني يعني بدخلها في السل تبقى إليك كل حد في السل وتقدم تتكسي ده ديات بقى طبعا شغل إن زمان بيعملوا العملية دية إزاي أمسك في حتة معينة في السل فيه معين يمسك في حتة معينة احنا كلنا نعمله حقط على واحدة من بقى طبعا ديات ويشيكت تجادر تتكسي وتتكسي معاها وتحطها في حتة اللي انت عايزة على النواة على هنا على هنا وتشوف بقى كل حاجة في الخددين يعني بتورينا إيميجي على في كل حتة في السل سبيسيفيك مش بس كل السل نشوفها لا حتة معينة في السل تنورلك فيها تشوف فيها ايه حسنا 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 وبعدين بعض الليت اللي ما هي عكسي لك تاني تتكسي تتكسي فلما تحطيتها على وتحط تتكسي تتحول جزء منه إلى حرارة بس الجزء بقى كمية كتير دلوقتي بقى تتكسي 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 عنواليكو تبهجت ان شاء الله بس اللي نركزه انه هره موظمه على عيب على الكانسر ولكن اي حاجة بقوله على الكانسر ممكن في اي مرض تاني بقول للسل انت عوزها البيوكامست بيقوله لنا انت عايز السل اي كذا؟ حط كذا الملك ده عليها اتفت على السل قوانيا بس لنا نركز على الكانسر ولكنه من القضار الناسر طبعا على اي ماذا يدفع لانها هي نوا ماتيري نوا ماتيري ومن الأزول يكون هذا حد ان اتفاع في qualcosa مدد صورة الناسرات يبحث عنه اذا كل ماتيري أي أندستي is based on making use of property, one property or two properties over 30 material. تفتح مصر. دعيني بقدر أي حاجة تعملها حجمها صغير حقيباً new material. إيه بقى صفاتها؟ هالمستخدم للصناع والله. عشان العالم كل الدول very interested in getting into that because it improves the standard of living and the whole country becomes much richer. Okay. So finding new useful material open new industry. A new industry hire people. Hire people and company owners pay taxes to the government. And that's what the American government is very, very supporting research. and the African they should in the government should do that. And they're working better. Pull the law and leave them. The class has been annoying. Here you go. Pull the law. Give this law of the class. We're going to have any taxis. خمسة. عشان كده هاني مرشو بطر than any bank or any investment. Because citizens, business people, and government all are making money because of using material is useful. Because finding new material is important for economic development. and keeping new material is profitable. Why not making . Why not making . The size . . Everything is. . . . . ده المتيريال بتلغير. بتيبه المتيريال جديدة. فمتيرينا كنت خلال متيريال متيري. ولكن ايه بتوعب كيميا ماجرولين بالجزائي بالموريكاس. ودولة بازغر كتير بالنانو. بتوعب طبيعة صوليد ستيت فيزيكس ومش عارف ايه. والنانو ده وقع في النقص. دلوقت الكل بيشتغل فيه. طبيعة او كيميا مهندسين وطباء وكل كلهم بيشتغلوا في النام البقى. احنا بسببه. الحاجو التعليو ده كان بيه دعمنيه. طب ليه تلاتة باوضي نانو يعني. بيه ما يكنش في اي مكلية دي عملي. اكي. As the size of the material decreases to between واحد لعمل نانوميتر. يتروكو تشير. كل ما تصدره تبينيو مهندسين بيشتغل. ليه? احنا تتحدث عن هذا المواقع في كل مختلف مختلف يوجد اشياء الانتخابة لتحدث ايها للآخر مختلف 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 فيها بتديها الصفات بتاعتها 50 نانوميتر المتيريال التانية ما سنسموه خمسة نانوميتر فكل ماتيري اللي لها حاجة معين الالكترونات بتاعتها بتمشي فيها في الزبط فوها بتردها في الماتيريال هي اللي بتديها الصفات بتاعتها وهي ديت من مادة لمادة 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 من واحد لميت نانوميتر بتضغط كل الكلام هو الصفات المواد اللي احنا قفتها نعدم أي ماتيريال إفتتا مثل السامو كوندكتور مثل عنده عشرة نانوميتر الحجم اللي هو يحدد المواد بتاعتها الصفات بتاعتها دون ناخد السامو كوندكتور ونقطع كل السامو كوندكتور بل حتة صغيرة ثلاثة نانوميتر كل حتة بالإلكتراب بتاعتها لا عندهاش خمسة نانوميتر موشي بيانا تبايت مادة تانية لها صفات مختلفة جدا عن الأولانين فهذه تبايت تبايت المين أي دي نانوميتر في هذا الحل تقدر تعمل مواد كثيرة من مادة واحدة أستمر حيث دي ستبايت أوكي كما تبايت كما تبايت كل مادة تبايت كل مادة تبايت مواد مواد ويصبح مواد مواد عندما تبايت مواد تبايت مواد بايت مواد تبايت مواد تبايت مواد تبايت تلطيفة ناسور اللطيفة ويبايت زمان العصر الحجري حتى قريبا من زمان اول التفليجة جميعي هيداور على ذهب طبعا يجد ان الحجم ده الحجم ده هنا تدور وتفحق وتلاقي حاجة تلمع تاخدها المعمل وتنظفها وتشوفها ايه الترابق هنا ببلاقي مواد جديدة الموادية حضرت في المعمل الجميل ده ولابس بلته لطيف وكل ده حاجة تقدر تعمل 6-7 نعم كلها كمي كلها كمي اوكي 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 لاو اذا انا بوردت احسن حاجة لطيفة للجولد والسيلبر اللي هي الانتراكشن مع الحجم الصغير ده بتاع الجولد او السيلبر دي البقى اللي انا عايزة ان يعني يعني تاخد فوتون الفوتون طبعا الحجم البير الفوتون مئة وخمسين نانو متر مثلا تنترابق مع نانو فوتون طبعا اذا ما قلت اوكي سايد 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 انتصر الفوتين ذا elite اوك هي اوكي سايد في العالم كله واحد من أربعة يموت بالكانسر كل العالم كله يعني أي أي غريف يارد واحد غريف يارد من أربع هذا الشخص ضائد من كانسر هذا جدا و الأخرى واحد من أربع ضائد من أربع بينما يتحدث نصف العالم محرور الهرب حيث حيث كرة أحد مؤكرة لديه ماتل و الأمناسبة فانسر ماتل فانسر في موت نساء إنما قلوم روغة هلأسنا كل واحد من موت ماتل ملعبا. ملعبا. بحياته الدمانية العقليات ويزيزيناه احترامه أسنين على الدمانية ومالطانياه ونحنه ملعبا أسنين ملعبا أسنين ملعبا ملعبا معينة ملعبا 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 هل الجميع أن نكون مستمر جيدة؟ إذا كنت سنفقد أن يكون مستمر جيدة ولكن الآن، نفهم مستمر جدا نستمر جيدة اعلى جيدة سنفقد لبعض الجيدة لو كانت مستمر جدا okay cancer kills seven and yet with the help of a new camera here and so something and we can it will cool it is a top one-fourth of the dead people in the world is died of cancer most can be cured if discovered early and always feast to find a little lump or a little change of color one little spot or something fast to the doctor and they're not the biopsies a killer and the cancer cells do that if it is called early they can get rid of it or they can delay its appearance in old age and so so really and that's why finding methods to detect cancer at any stage very early stage it's very important they still don't have real real methods yet you can find my these techniques and they will okay the treatment the most important option between surgery radiation and therapy chemotherapy hormones replacement biology up there the surgery is number one now 50 percent the first thing they do cut where the cancer of you probably the finding out recently that that when you when you when you really cut the cancer out see my surgery the blood is crushing into into this area you want to copy and copy and copy and it goes and then it goes back into the body it take the cancer cells somewhere else you start appearing somewhere else so it helps even spreading it but it gets rid of it for that spot but it gets rid of it for that spot but it gets rid of it surgery efficacy is limited by the capability of the surgeon of course and the location of the cancer the menus for the property of gold in medicine I will summarize that when it comes in medicine the localized surface plasmon of gold nanoparticles use greatly enhance their absorption of light and scattering and light of light of the molecular vibrations of pretty near them so you can you can see where it is part of the enhanced light absorb is rapidly converted into here so you can use for the thermal therapy very important the enhanced scattering is used in six cell diagnostics of course and then of molecule inside the cells during the full cycle and and when they buy we will show you some of these the nano size is small enough to be conjugated to cancer nucleus which kills the cancer cell and large enough to carry thousands of drug molecules in drug delivery it's a big feeling drug delivery by nanoparticles let me show some of this three metals that that we're going through today is it converts it compared the strongly absorb the light into heat that heats itself as well as the surrounding the nanoparticles gets very hot when it converts the light into heat and then by sitting on a cancer cell it melts all the tissues and everything around you and eventually can be said the nanoparticle is large compared to the size of molecules that it can deliver thousands and thousands of drug molecules to the cancer cell you just put the cancers it could be a lot of drugs from it from the nanoparticle and get the nanoparticle targeted to go to to the cell cancer cells and it goes there the cancer cell takes it in it goes in it deliver its drugs and the drug goes to work and so you're attacking the cancer cell with large amount of drug all at once and as the physical chemists know the rate of killing the cell becomes very fast because you have large concentration but it is small compared to the cell size but it is small compared to the cell size that it can bind to different parts of the six cells and change bad cell functions when it binds to the nucleus for example it stops its division and I will show you that forces the cell to kill itself so we'll show you that tomorrow so we'll uh we'll uh what I'll be summarizing after the rest of the lecture will be using golden particle in medicine in diagnostics because it's cut of white in treatment in several ways uh photothermine uh photothermine uh photothermine uh photothermine uh photothermine uh non photothermine treatment as in drugs and deliver drugs or itself can be part of a golden particle can be a drug itself I'll show you that too yeah toxicity not bad come on you worry about any new drug is it going to be bad yeah using golden particle in determining the drug efficacy how good is the drug is I'll show you that visual method using enhanced release scattering following molecular changes using enhanced thermal scattering to show you also now we can go into the cell and actually see what the changes in the molecules as the cell dies from a drug or from the cancer itself ok diagnostics here is another two different cell these two here are cancer cells this one here is not cancer cell this one here and this one here oh this is really acting up okay so what do you do you have a little bit of the the blood of the patient or whatever and the cell extract the cells and you mix with it mix with it mix with it um um go nanopartins every one of it has a targeting peptide peptide i have a isatim sick cancer cell surface so it goes looking around if this patient has cancer then you very soon in a small volume of course you look and shake it you find that and look under a microscope you find the golden particle you put in all of it are sitting on the cancer cell but not in the healthy one um so you can see here these two cancer cells are decorated by golden nanoparticles and this is under a simple microscope biology microscope nothing special and this one because it is healthy all the golden nanoparticles are in solution but not not on the cancer cell itself so you know this is so you know this this blood has the cells are healthy these two here because the golden carpet sat on it because it has something to take it to cancer cells it's decorated by it so these are cancer cells so in a very in five minutes you can from the blood of the patient you can tell whether the blood has cancer cells or not it's a very very simple okay now now that the 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 nanoparticles are sitting on the top of cancer cells i'm not in the healthy cell and i said that also some of the light can be transformed into heat if i increase the light if i increase the light a little bit more that becomes hot that it melts the surface of the cancer cells so here is it shows you here uh you can see here a bunch of solutions um the light at 80 million watt here kills indeed the cancer cells here the cancer cell i like gold it needs to a different cancer cell but the healthy one the same light does not do anything does not kill it at all of course if you increase the light it tends to high the solution itself has gold and it will absorb the light and keep the solution itself and you can melt these cancer cells too the healthy one too if you want to but you keep the light very low enough you don't need to raise it up so only cancer cells because this you go this on top of it can die and milk but more than you want here is here is now in actual treatment uh you take you take these mice and uh you can see that uh and we can induce uh we can induce uh cancer in the in the uh mice we actually do it in different mice we can see here uh there is a cancer cell cancer 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 here here originally this year was about the same size as this one okay but this one we treat it okay but this one we treat it we treat it you know we inject it in it this one here we inject the gold nanoparticle and then we expose it to light that's the treatment here we only expose this only to light but no gold nanoparticle to absorb the light and it's a kind and it did not was not treated against cancer but then it was time and seeing this time and see what happened the one that that was treated with light and no nanoparticle does not increase in size that means it cancer is there cancer means expand this time and the cancer cell died it does not divide and of course there some people in fact actually some people were working on this it's uh somewhere and they uh they uh they found that they think they're not still sitting there so they keep increasing the laser power increasing until they applied the whole thing smoke came out i said why are you doing this he said because it didn't kill it how did you know well it's like the same size i said the same size these are dead cells the healthy one became dead cell but it takes a while for the body to get rid of the dead cells if you leave it for a month or so this will disappear but don't believe the whole thing you you heard the poor uh the poor patient from there but uh it in the beginning you think i'm tired if i keep it up i get rid of cancer but cancer means it grows with time if you stop the growth with time then the size remain the same but now you have now dead cells instead of empty cells so it will not divide so it's time does not grow and with time it goes down because the body gets rid of the dead cells okay now of course the first thing people always worry what happens to the bone and part of this where does it go in the body and you inject it in the whole thing in the cell but where else would it go the blood tips everything everywhere and so uh you have to check on toxicity toxicity is where the medicine go and when it goes what does it do forget about the cancer itself so uh one thing that 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 we found that was very very useful that the what was real life that the time it takes the whole nanoparticle to disappear from the blood they want this time to be long for the longer it stays in the blood the more of the medicine it doesn't get into the part that you want to get you see they call it the two and a half and this two and a half for for the gold nanoparticle that we use fifteen hours this is very very large very good they were that they gave it so you measure every hour how much you what the concentration of gold and there and there in the blood because you see or something like that as a function of time and if you get this here it takes fifteen hours it's very good and eventually it's a clear time to go and the reason it stays longer you want it to stay longer is that it give chance to the cancer you have to get more and more so the medicine gets to be used get into the spot where you want to do action you've been exposing it enough so that more medicine goes to where you want see what if it disappear fast and the chances that you get too much inside the place it won't go to get small so so that was that was a very good thing the problem is this is the good news the bad news is you look at the amount of gold in the in the liver in this amount in the spleen look at this human spleen that's its jobs you have anything in the blood it's not supposed to be there it gets rid of it that's its job but look at it really I look at the whole real accumulation spleen look to heart I'll make you a minute we'll live one we'll live one we'll have to take away now the question is is it dangerous does it kill the heart does it stop functioning then this stops so well you follow it and then there as a function of time it was the liver and here is the liver here you can see you can see each of the woman part you should you are so the LDS yes woman one so a lot of my and and all this is dark and this is the name of one right here you study you study you study the size of the heart as a function of time they have a local mice these are mice experiment not on mice yeah you study as a function of time what is the size of the heart as a function of time if you start decreasing as a function of time that means you're killing it if it stays the same size even with the gold sitting there then it's okay and that's exactly what they found in two days or 14 days the size doesn't change all of them so so they they in fact this year they used five times the amount that you use for the dinner I find I want to go that we take it in my spine does not kill so they 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 here it is you see here as a function of time this is the mass the weight of the liver and you can see here the speed in the first few days decrease a little bit of time but then it starts coming back suffered a little bit in the beginning but then it starts recovering and coming back to the violence and so forth the liver didn't gain change so they they think they go now silver is something that silver is not a good silver number one kills not only the cancer cells they kill the healthy ones too okay now every time I show this results on there before the family somebody some young student always has to say that means if the cancer it has seemed like the Action that is notile if possible can't touch that it is not gone but we're able to take a control of the cancer cells but we're just so for them to take care of now we're putting it on the cancer cell cells we're introducing them in the cancer cell cell cells that's يستطيع أن تقوم بشكل جيدًا. إنه إنقسام بخلية السرطانية ما تنقسم فيه ما بقلتش خلية سرطانية. هتموت طمعاً إنما راح يكون إنقسام بشكل جيدًا. فالبقوة دية وضيعة الله من فرهمني. إنه إنقسام بيوكيميست. إنهم يعرفون ما يحاولون أن أضعها وكيف يأخذها إلى نوكليوس. ويقوموا بعضها ويقوموا بعضها ويقوموا بعضها. ويقوموا بعضها على نانو فاركل. فعندهم حقتين. هم هنا هم. 2 بيبتايد. 1 بيبتايد اللي هو RGD. آدم يروح يدور على بالسلوشن. أما يلاقي كنسر سيل يروح يلزب فيه. إنه تبين إلى كنسر سيل من ناحية ذي. من ناحية ذي. هؤلاء العملية تبين إلى كنسر سيل. اليام الثانية موجود فيها نانو فاركل. نانو فاركل. إيقوموا بعضها. برضا بيحط عليها التاني بيبتايد التاني اللي هو ده. نحن نفس الكون نانو فاركل. نفس الكون نانو فاركل. النالس دي. أما بتخش الخليف السلطانية. بتدور فين النوا. فين البروتين بتاع النوا. اللي حوالي النوا. وتروح مسكة. تدريبة قطة النانو فاركل. ده على النوا. تدريبة قطة النوا. وأنا سأريدك أيضا. سأريدك بعض الأشياء من هذه الأشياء. هذه هي ناحية جيدة هنا. دعونا نرى. هذا يبقى. نريدك. الخلية هي بتنقسم. شوفت الخلية بتنقسم هنا. هذه خلية سليمة. لا مشكلة. نأخذ بها الخلية اللي حطينا دعب كتير على النوا بتاعتها. اللي هي شايفين؟ الدعب ذا بتخلي الاسكتر اللي الفضيع. انتم مش شايفين بقيت السلطس. لأن كل النوا. الكضاء الدعب اللي حطيناها راح على النوا نفسها وقعدت هنا. عائفت هنا. بقيت السلطس هنا حواليها. حوالينا السكتر دع. ولكن دي هي تنوافع الخلية. ما اللي أنا. نرى بقيت سكتر. ده ميكروسكوب. بس فإنما هنعمله بقيت فيديو. أما نشوفها يحصل إيه الخلية دية. هي تنقسم. انظر هذا. بعد ما تنقسم. واجدوا من في حاجة الاتنين. نعرفوا من في حاجة غلط فيهم. فريقهم مع بعضهم تاني. تفاكرين إن الخلية الأمة تصلحهم. يعني تشفيش فيهم. اللي ضرارة مبدأت. يعني شو ما تشفيهم ولا لا. هنا خدتنا دو سل. من سل حطينا كميات الدام. مش كتيرا. في هذا سل هنا. هذا سل. هذا سل هنا يمكنك تشفيه. تددد تنقسم في الخلية نفسها. تددد تنقسم في الخلية نفسها. تددد تنقسم في الخلية نفسها. المثال اللي لا فيهش كتير. تددد تنقسم. لكن بالضغط ينقسم. منش متأكدين. فيه عارفين تحسين فيه حل غلط فيه. يعني تتحدث عن. تشفر. لا تذهب في المكان، اشترك الى عدد وشفت مكان يحصل التانية دي، اشترك التانية دي هاي شايفة دي التانية دية، حاول التنقسم ما ادرتش رجع التاني ضعيت مش عارف اذا نشوف دية ونما تشاهدت هذا هنا تحاول تنقسم تحاول تنقسم شوية ورجع التانية ها نشوف هاي شغلية من ترجع التانية اوكي اجل الله بيقدر معنا خلاص مات لما ترجع مع بعض اي حالة تحتصل في اي خلية باسمنا بيتموت نفسها فهما دي ما ادرتش يعني فيها نوالتين ثم يدرتش ننقسم رجع التاني خلية فيها نوالتين لازم تتلنفسها طبعا كدير احنا عرفنا انها مش هنموت احنا كل النوالتها هي اللي يتموت نفسها يعني هنطلع برع امنا لا ترش فيه فراح هنا اوكي اوكي نرجع بقى فيه حاجة تانية عايز اولوك عليها اني هولوكو حاجات الامج اللي احنا شايفينها دية نتيجة على الاسكسكترين تعتقدون انه حاجة تانية احنا احنا لبقى طمعين احنا عايزين نشوف القزيئات زين نشوف القزيئات بيحصل اي في القزيئات بيحصل فيها في الوقت موت فيه فلازم تعمل رامنسكترين احنا 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 الوريتوب ده كله دول بنحطه بيقوى وبيرجع تاني انه العكس اللي بدينا ضوء اطلع من اللحمة احنا 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 يعني هو نفس الضوء بس اللي جاعدين باطلع انما التاني اللي هو البرامن اللي بدينا بقى الموليكول نفسها شوف الانيلاسك معنى ذلك الدول يجلنا اتخذ منه جزء اللي هو يسبب الموليكول تفايبريت فم يبرجعش لنا كلنا فهي بقى الشيء الضوء مختلف اللون بتاعه فنقدر نعرف ايه الجزيئات الفرق بين الاتنين اللي هو الفرق بين الاثنين اللي بتاع الموليكول اللي بتاع دي حاجة هنشوف بقى الأول حاجة رطيفة عهد اما نشوف الخلايا اما انقبطها عندنا نانو بارشن بتاع السيلبر و بتاع الجول ونشوف ايه التفاعل بتاعهم هم بيومتهم ايه التفاعل مع بعض المياه. فنشوف السلفر هنا. بري بري انترسين. نحن رأيهم نشوفهم مالين. تجدوا انه لما بتبقى بيضة البيضة ده ماتت. الخلية ما بتبقى بيضة ده خلية ميتة. فتجد البيضة رحين عليها. فتجد البيضة رحين عليها. يعني السلفر كما بتبقى بيضة ده خلية ميتة. السلفر هنا. السلفر جدت اوكسيدات. في الحصول. وكما بتبقى مع المياه ومع الضوء وكذا. طبعا البال كم ساحفين. بموت خلية. فكل الخلية تجد البيضة مليانة اي خلية تيجي حتى خلية الحية السليمة. تيجي في المنطقة دية هتموت. فمعنى ذلك السلفر مش هامل بس الخلية السلطنية. ده خلية سليمة كباها. ما مينفعش كده. فعشان كده. انما شوف الجرد مثلا هنا. او الجرد هون. الخلية تموت. تزرف عجبها. مفيش ما عندهاش القرف اللي. السلفر. 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 اوكي. مش هبال ايه. الفيبريشن بتاع المونيكس نفسها. في اثناء الخلية نفسها. كل عاجلية خلية حية. بس بيوانت. هي خلية سلطنية. مش بموت. بس بموت. بس بيوانت. بس بيوانت. بس بيوانت. فتقدم بيت الرامن سبكترم. سوية من ايش الدولة. بيت ثلاث ساعات بعد خلية والیاه. ثلاث ساعات بعد الخليية والياه. بيتك الرامن سبكترم. كل بيوانت هنا... كل هكذا كل هكذا كل هكذا يتعلم محطة ومحطة محطة محطة تحصل على إيجابة محطة 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 كما يمكن أن تحصل على محطة مختلفة أو البروتين أو الاني أو كده كمحطة كمحطة محطة نرى محطة المواد المختلفة في الخليجة نفسها المواد اللي هي قريبة من قطع الدهر التي احنا خطناها علشان بتعمل السكاتري لازم تبحث بالضوء بتاع القطع الدهر فيها كثيرة إنما لو بعيدة عندها طوالها نشوفها فدينا الحاجات اللي حواليين قطع القطع حسناً، كم عملية الوقت، يمكنك أيضاً بالسل سايكل اللي معروفة بها الكامسة عدتنا بكلها، في الأول هنا الجي ون اللي هي الخلية بتعمل بروتين كتير قوي يكفي للخليتين، لأن في الأخير تنقصم الخليتين وبعدين بعد شوية هناك البخضر ده الخلية بتعمل الـ DNA في الكرموزوم نحن بقى بنفولو ديات الموليكوز نعم، يعني ديات عارفين الفيزيز الفيزي التالي دام، بلتنى بروتين تاني على الـ DNA والحاجات ديات، والـ M بتحضر نفسها للـ COS نحن نحن نحطين الجود على الـ N فتجد هنا كلهم في الأول نيوكليس، فكل كله قاعدة على الـ N وبعدين بعد شوية هنا ابتدى ينقسم الخليه نفسها لـ النواة بتاع الخليه نقتان قسم الخليه نوايتين فتجد كل جزء منها ياخد جزء من الـ ينقسم الـ فتجد أين الخليه هنا نحن نعمن، اللي ترى، يمكنكم ترى بشده 20-20 uh… نحن نعم، كنت رى، بشده نوعن هنا كون ونوعن هنا وفي نوعيتين بتدري انقسموا عن بعضهم وهنا بتكبر وبعدين هنا بقى شوف بقى الخلية بتاعها الان انقسم complete division بتاع الخلية بعد ربعه عشرين ساعة تقريبا لنافس الوقت بنشوف ايه الجزيئات اللي فقلنا باصل من الفصور ديه ايه اللي بيحسة تقريبا ديه فعندنا فنجر برينت بتاع الخلية والبورتين والدين والحاجات ديه فكل فيز من فيز بتاع الخلية وهي بتتمو وتنقسم تاني فيعني بتدينا ماب ايه اللي بيحسن جوه الخلية وهي بتنقسم ودية طبعا احنا شايفين الحاجات اللي حوالين النيوكيوس عشان الجود بتاعتنا نحطين الجود نقدر نحطها كتة تانية في الخلية ونشوف بيحصل ايه يعني اقدر حتة كتة ماب ايه اللي بيحسن الخلية في كل حياته وده اللي يفتح مجال تصوير بالسيل بارولوجي في الأولادة يمكن ان ترى في الأجزاء المختلفة في الخلية في أثناء حياته كلها يعني تصوير يعني ايه تصويرهم تصويرهم حتى تصويرهم وده كنت تستطيع ان تتبعن ما يحدث قدرينهم and look at them. فهنا كلهم كانوا على وشك المؤت في الأول خالص and then you start feeding them and start looking at them and they start growing from the G1 ده بقى سبكترم بتاع ايه ونحقول له ايه طب ما نشوف الخلية هيتموت امتى اما نحط دهب كتير عليها نحط دهب كتير عليها على النواب بتاع الخلية ونشوف كمية الدهب كتير ديه هتموتها تبقى ايه هنشوف اللي أوريكو بقى السبكترم هنا شوية رب العصر ان انا احكا تسير يمكن تسير اس 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 ساعر 10 ساعر من كمية اللي احنا عطلها منها. يعني يمكن تساعد الخلية. طبعا تقول طبعا هل هي ما نشوف الادوية المختلفة هل نقدر نشوف بيها أي دواء يكون واحد كويس للمريض معين. طبعا نقدر نشوفها. اهي 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 مثلا دية فورد كانسر سل اللي احنا انا نستخدمها. هذا الحل هذا Pd. ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠ ميكرو مولا يقول له. ونا نشوف. ختاجح هنا في موت الخليها في هذا صحيات سيست؛ كذلات وثلاتي ثلاثة ساعات تتخلص على ال١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠١٠٠٢٠٠ة. يعني وان داي الدكتور يبقى تكتبه ويأخذ شوية دم من المريض ويحطه وعنده أدوية مختلفة كذا 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 ويشوف أحسن دواء للمريض ده لأن الوقت ده لو أحنا نستخدم سيل تانية في ملي منتها شف سيل لاينز والمرضى بالسرطان لهم سيل مختلفة سيل لاين مختلفة واحد عيان كويس ده ولكن سيل لاين مختلفة لأن السيل لاين مختلفة يقدروا هما بالشوف ده قبل ما المريض يروح يتل نفسه بالكيموترافي يقعد غالبا بموت خلايا فيه مش نافعة وكذا يشوف أحسن أحسن ده هو الأول ليه توفى الوقت المريض والقبيب فهذا هو جيد جدا بس هو جيد جدا أحسن حتى مقضي بطلبة تقول نحن خاطر نحن حقاً أحسن أحسن حقاً أحسن أحسن طعمت فرضا عليه ونشوف هنا مثلاً نشوف الدواء ده الموت الخليا فيه ما شابع بالوعد أربع سعات ست سعات سبع سعات تمام سعات الخليا لسه صحيح حيح ولكن ماذا يتعلم بعد ذلك؟ قريباً بعد ما تلاقيش تغير في حاج اسكتر بعد بتاعي الخليا نفسها بتاعنا في الخليا مات أداد رشاد 21 ساعة نشوف بقى السيس بلاتم اللي هو متعد ده بموت الخلاف السرحوي شدها فظيئة ده تلات أبع سعات قصص بلاتم اللي هو متعد ده القوة بتاع توقف نفس الأمون نفس الكمية بالموت السرطان بتاع السل اللي ما اللي احنا بيستخنوه هنا بتاع تلات ساعات ونص بتاع تلات ساعة يعني تقريباً الدواء ده مور إفرتي في سبع مرار زي الدواء الأولان تدير مجال إنسي تحقيق كيف تدير مجال تحقيق كيف تدير مجال زي ما قلنا شفناه ده اموريك بردك بالطراء القديمة ده نقدر نشوف بيها كمان حاجة تانية لاخر حاجة اعدى ولي هلكم مش عادة دياها بأكبر اللي هي دواء تدير بالإزالي استخدام نانو تدير فالعايدة يضع الدراج على نانو باركي يستخدموا نانو باركي باستخدموا نانو باركي مختلفة بس ما بيعرفون بعض السعاد يضع الدراج عليه ويدخلوا الدراج على الدسل محر تحرين إجابة مسحلة باركي مملك simسية فالتعني ربطووك نانو باركو مغلق مغلق موضوع باركي أخواص بمغلق مكاملة من ان تحتاج بمعمل إليس براكو مختلفة محرم ساحل كاملة ساعدد باركي ممكوم رائع إليس البعار محرم ناو كان دراك بيام الفلورسسن الفلورسسن ده كنشد لأن الالتونات من نانواركي بطوحليك موت الالتوحليك ولكن أول ما يشيه من نانواركي كيلو دلبر كميسل كيبتدل يسحتان الفلورسسن becomes strong again and we can tell by that the other method which is more common in the bone nanoparticle لأن السطح بتاع plasmonic سطح هذا أي ملك يكون موجود فيها في هذا الفيل ده الرامن سبكتر تابيقنا تشوف الرامن بتاع الدراك انظر الرامن سكتر انظر الرامن سكتر انظر الرامن سكتر انظر كيبتدل إلى نانواركي كيبتدل إلى السن تشوف الرامن سكتر تشوف الرامن سكتر قليلا الدراكو سكتر يجب أن يجب أن يطالع من إلجاج أفلGold ويجب أن يتقلح من الإنميات زيchsel مرض ملف ينهي أن absorbed وضع إذا كان نفاف إليه فإذا لم يكن نفاف إليه إذا لم يكن في القятельة إليه لقد افعل إليه أمو بهذه السفق إليه 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 وإذا لم يكن اشتكي اريث الأمر المترجم للغاية المترجم للغاية . OK, here it is. You can see here that has the Raman spectrum in the beginning like that, as it delivers into the cell the Raman spectrum becomes very, very weak. All these bands disappear . موسيقى موسيقى الدفورة 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 دفورة وانه سينها دفورة الدفورة دفورة and then six hours later you can see the fluorescence got up because it moves away from the nanoparticle and it was quenching the fluorescence so you know definitely this drug has been delivered in this patient and therefore it says the action should be okay so in summary enhanced dark field discovery showed that conjugation of gold nanoparticle to the cancer cell nucleus kills the cancers but not its neighboring healthy cells as it happens in the silver enhanced drawn spectrum can tell us how effective a drug is when it is delivered to a certain place in the cell and how fast can kill the cancer cell or any disease cell it doesn't have to be cancer it will prove useful in determining molecular mechanism of cell functions this is what we really think that's going to be very important and opens new technique in molecular cell biology field so we finally will try to have a hand on knowing what happened inside the cell under different conditions and this those are the people that did all the work this is my son here he's a surgeon he's a cancer surgeon the one that gives us all the cells that taught us how to take care of it and how we keep it alive and that and the show I did all the all the experiment with the cells in general maybe and 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 Lauren are the biochemist that does conjugating things to the cell synchronize cells start the cells start moving and so on and so forth Ben is the one that built that I got this is the one that did the experiments with the animals my students wouldn't touch it but she's a over then a lot of work in front of me thank you very much thank you very much thank you very much for the you 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة T at work in a solid state devices and things that becomes a very important because it becomes very then you probably should be using But for this works in a colloidal you just cook it and is very very easier New question Any expectations for the mechanism of the process المؤكد على ضع هاتف التواصل على ما يكن على مكراً ليس من التواصل على مقرن بشكل بسوار عامي لا يمكن تقريب شده الذي تقريب بها ايام الانيجات أيها الأمم الممكن تقريباً الانيجات إنه لا يمكن أن تجريباً ويقدر أن يمكن أن تجريبه منه سواء مما يحدث في الـ الـ الوهبس خطوة عامي إنه يكبر في شرع بعد أن تقلق العمل وعلاسي وعلاسي همع رجل إبعادة وعلاسي أعتقد ذلك تنجيبه وعلاسي وعلاسي أن تركيز محرارة مجرسكب وعلاسي 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 أجلس يحضر بكسجر السلطر يحضر بكسجر وإنسان سماع لكسجر الماضيين يحضر بكسجر هل تحضر بكسجر الماضي لا أشهر كما يحلل أمان هذه الأشهر لا تتعين بشر مهم لو يحلل أسهل وحده الآن يحدث لأصل باعتربة تحلل مجانبات محافظة ولكن أي أحد المكان ليس لديه ولكن شديد مناسبة مثل رغم كهزة بديه في كبير هاي موجود الي Eng other interesting thing that we found is the we use some number of platinum iPoli actually and we found some interesting property in the sense that something about preventing disorder التup�� علىzę Terrador the big news something happened to the to the أنت نفسه بإمكانها البيانات في طريقة البيانات من بعض البيانات ونحن نريد ما أنه يفهم أنها مناسبة في الحياة المنظمة ولكن ليس المسلمية نعم نعم يستطيع العمل على الاستخدام العباء لا يترون بإمكانية البيانات نعم أو حتش الكريم؟ ولا نوعي الأشخاص الآن في إيجيب في النصر لقد قمت بها خطوة الضباء لديهم شيئاً معينة كشيئاً لا أعلمهم لا يمكنكم التمثيل فار لا يمكنكم التمثيل فار تستخدم الكميات فار كباراً لكن الوقت الذي سلطلناه الفيديو بحنش الوقت الذي سلطلناه والذيئة اليه أناه مكان بريد المكان في القاملة ولكنهم يدربون العثور من المساعدة. ولكنه قد يحدث يحدث عن المساعدة عن المساعدة. حقًا إلى أن هؤلاء من التعاملين. لم أكن أعرف. لم يكن أعرف ما يقومون بهم لا يوجد هذا الأيام. لم يكن لديك الأشياء كذلك. أحبت كذلك. مجدداً في المجند الوجود في المجند وخامتها الآن، وقوم بتقترب الأكرسة و pusأ التقنية بكل أردام وقوم بأول مجند وقام وقام قاله انه مبتدئ لديه طبيعي بالبطول سعوبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة the goal is that as you change the size and it's on the shape you can move where this plasma can be sensored what light is going to be absorbed and it will enhance and so on and so forth for example when you when we are using it with light photother cancers تحييرا تفسير على الأجهزة تحييرا 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 المسبوع كذا، يجب أن تجعل أن يجعل فكرة اجل في الصفح الذي يجعل نفسه لنظر الاطانية ولمسكوء بأيها لنظر التالي، لمسكوء، لما تجعل في الجيد تحضر الاطاني في الجيد لا تعوج دائم الايسار إن هذا مجد تستخدم للنظر الانتفال إما كانت تفضل? ما كانت تفضل قطعه؟ يتفضل قطعه، أنه يمكن أن يكون شكل وشكل المترجم للغاية 3.8 جداً جداً أكثر 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 بنافلين نكليس باقيس أجنب بشد الملتابعة مجدد وفترة إستغنية جودة أما يتحدث من منزل الملتابعة بالقمرة ليست من الخلال يستغنية قد تفكري مجدداً كيف تعتقد للمتابعة الملتابعة الملتابعة يلسف الملتابعة نحن نحن لدينا جزيزيزة معناها سويدة البحث بشكل مدعيش إذاً يردّو مجدد مهما يملكم رأيضة لايسترى إنها كثيراً إنها تتحديد مدعيش ما يشفت ما تشفت المشفت كما تشفت يمكنك تحديد المأضوح على المشاكل للغزية البدائية بكما يستمر بسرعة مدرساً لها لا تحتاجم نفسها حيث بلغة الضوانية يجب تautي فيولي واحد مهذاً بلغة إن نحن تحص الأمام أن تحصب بديواريب وتحصيل موضوع مصنع بكل مصنع ثم من فترة حالة أسنع في الفيديو مقابل عليك مقابل عليك بسطن المتحرك الذاتي لها امتحرك ثم بحث مرسل نقو انظر أنا أحب أن أكثر في ذلك أفرح إلى هذه الأسئلة لكما تفهمون تحت أن نجرب اعتمد بمشاركي سواء نكثر صغيراً محاجة لست الصغيراً اشتركوا في القناة أكثر تقلقاً إذا كان سيارة وزنة أكثر تقلقاً إذا كان تقلق ربماً إذا الأول كذا إذا كانت الأولى إنه الإيطار إذن الأول إذن الأول ما يجب أن تكون هي تقلق مبرافة تقلق إلا أنه يجب أن تقلق موسيقى نحن موسيقى تهيف أحمل الشيخitness والسهل الصورة الوصيلة assuming this is the new problem we did not know about before and only happen to it's the part is very small in size. that's not happening when we have a piece of Myers. only one is very very small in size that the oscillation can go from one لنما نلاحظ مما تنزل بأمان هذا هو في صنع إلي كان تقديمه معروف ازاقًا شرية أصدقل نلاحظ مما البيئة والتي أصدقل بحمانك لكن جدا يجب أن تحطيه حقًا وخبرتShowيه وكل من ممتاز ويجب إليس أنفسه وإضافه أسفل إذا بخورتنا فتح الوقت على المشكلة ستوجه بسهر سبحانه وتعالى المترجمات التكتورة ميشف كمي بل مقطع تحيييزًا درسينا مرحيًا درسينا ملحيًا التكتورة تحدثت قليلاً TO THE SURFACE, RIGHT? SO THE SIZE, IT'S A SIZE EFFECT, THAT SIZE YOU FIND THESE NEW PROBLEDS. THAT'S A GOOD QUESTION, I THINK. THANK YOU. BY THE PASES THAT INSESSIONS DOING THESE DAYS. . WE'LL DO YOU THINK IN THE FUTURE THAT THESE TECHNOLOGY I'M TALKING ABOUT CAN BE APPLIED FOR YOU. . . كلها جلس محطة لا يحطة يجب على أي مرسل يجب على أي مرسل يجب أن تتحيح أنه؟ أني مرسل تدعني بلغاء انسان is more than 150,000 and the number that finally find to use is only something like 50 to 70 except 50 to 70 57 and because it is the effect of these things and this is like any medicine you have to study how the effect of this nanopartin in general is going to be with us not just all people this is a big field that you have to be very clever than men every know what happened when we get exposed so that is just like chemistry chemistry started and we're going to stop making it some people died without knowing and they were in hearing from chemical the same thing with this one any new thing that goes in our body we have to be very very careful we have to stop very careful that's a very you don't want to project into things and then you say oh god I'm sorry and then it killed the whole field even though some good things might come out see so what we really have to be canvist and then whoever using this technique have to study very carefully what we fix all in general and from that seeing the effects even we might even discover other things that might be good so I'm treating something yeah I said yeah I said it's a treatment I'm in in as especially animal in mature since I'm in French that's I'm in the animal treatment yeah أعم الضرور يقول أبواد كامل Tipto الانميل الذي يملك اهل ماتور الملك فالطفل هيفاني الملك نظر الآن دور السلفر أو الجوردنانو باتك في معارجك الأنمية كان له بوردن القنصر، هل في؟ في بعض الناس يستخدمون نانو باتك ويعتقدون أنه يستخدمها لأنمية ويظهرها في الأنمال، إنه جيدا ويعطيز مرات المخلص لتحفره، منذ نوعية هذه المرورة أيضاً ولكن لا تعرف، لكنaguما انت مراتها لأنها تددت باطعة المثال ولكن بان مناسبة لأكثر من القرارات أحيان باستخدم مخلص هل تعطيه لحيوه؟ لحيوه؟ وحيوه؟ لحيوه يمكنني أنه ركاليس تقدمون بينا انا لا يعرف عنه المسيطة هل تقومين بيناد؟ هل تقومين بينام بينامي؟ على زماني شرعيه إنه لم يتوقف من جميع المنزل؟ هل تقومين بينام؟ اقول أن هذه الوضعات تستمتلك تستمتلك؟ تستمتلك؟ تستمتلك تستمتلك؟ أو تستمتلك تستمتلك للغاية؟ لا لا تستمتلك أشعره أشعره أن تستمتلك فى سلتنطل فى أحب من طرف فى احده فى اقوى موسيقى شكرا للمشاهدة ما هو المشاهدة بلى المشاهدة من الأجهد المشاهدة بكم نعم تنسيج البيئة وثمان كان ليس فقط اختياراً ونالت يجب أن يجب أن تقوم بمسك هذه المناسبة تحت عثم هذه المناسبة ستكون ستكون الأكثر من أكثر تشفاء ونحن ستكون بعض الأمام ذلك حينها الأمام من فضلك ونحن الناس فقط 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 ستكون من الحديث للمناسبة لا يستطيع الأمام من فضلك لديه يتكلم تغيير تثير عند الاضحة مع Lisanne وجدت تطنيع التغيير أغريبا أن يبدأ طبيعاً من مجدد دهم إنه versión تطور هاره إليتي لكي نريد أن تتحرير عبلا من الاجتماعي توسيقى نريد الموضوع نريد الموضوع ان يقول ميلا. منا. نريد الموضوع الموضوع نريد الموضوع شكراً محطاً شكراً لدينا دمج لدينا وما يجب قدم وما يجب محطاً محطاً ايضا يحفل الفصول في ايضا يجعل دقينا في الاجتماعات جدتها لكنها تقوم بشكل مورد ولكن ما تقوم بمجد فقط ايضا يجعل ، ومن ثم بشكل موضع فهم طوال youرون مرميز او الحل سنة الى مشكلة الهُخِسَهِ الّعجزة إلى مرحبا. ومن تنميتي الهُخِجُمُّلُّا إذاً شخصيتها وحتى أسبوع. وفي فإنت شخصيتها على 그래도 اثناء مرة أخرى المنتمية. ثم تقلق على س واحد وفي رائع هذا العائل. أسعند الإنمات إذاً وهمت لحبًا إذاً، أغنبت في حال لصاله. هذا لإنسان لحب دائما. جب تنميز قادرة فإنسان من خلاله. يعني أنه لا يستطيع المشكل للغاية. وذلك يبقى أنه يجب أن تكون أكثر. شكراً. حسناً. عدناً. عدناً في صفحة المناطقينة الجيدة وآخرين في عدد من حال التنظيم. شكراً. شكراً. شكراً.